شكرا لكم مجددا لقناتكم مجربات ماريوما واشترا مبروكا وكنتمنى انكم تكونوا في احسن احوال ككل ما نصحكم دائما مهيم هي الابتسامة ورح لبعد المجربة وهي كما العادة مجربة مضمونة مئة بالمئة وانا كنت تعملها يوميا المجربة دليوما خاصة بالشفاه بالشفاه وكيف ما كنتعرفوا كلكم الشفاه لها جمالية كبيرة في ابراز جمالية وجه المرأة غير هي واحد الحاجة واحد الحاجة اكتشفتها انا ايه او القلب عليها في الحقيقة درس عليها واحد الابتسامة واحد الابتسامة لديك العقورة اللي كان نديرو ذلك احمر الشفاه مكياج في الحقيقة اونج انا غاضر كيتكم من ملوات البترولية اللي خطيرة بزاف على الابو دينا وذلك اللي في العقورة خطيرين بزاف على الشفاه دينا هذي كلابو ديلت احمر الشفاه دينا سنسبل بزاف حساسة كتحتاج لعناية كبيرة وبالتالي كما كان نقول لكم فقط عند المناسب اه افني مديرو لها ان يستعملوا لها اه اا وصيفات تكون ايه طبيعية او بيو اه هذه الشفاه انا جناس حكم بواحد مرتب شفاه اه انا انا قنا فقنا باضراب شفاه هو فعاليته فقط بزاف عليها البترولية التالي كنت اخذها من ف pub 50 درهم إذا كنت كليونت عند السيدة قدر معاكل هذا وتقنقص لك منه 8 لا نقدر أن نصف لكم شحل مهم أنا بعد كتشفت الأسرار ووركتك هنا من الألويفيرا وكل شيء يعرف الفعالية الكبيرة هذه المادة الألويفيرا على لاب وعلى الشعر لاب وعلى الشفاء ومنتجاتهم مزوينين لا نستطيع لهم الأشهر وليس لدي هذا تنبيعهم ولكن أنا استعملت هذا ولم أستطيع أن نصف لك ونصف لكم أيضا إذا أريد أن نخرج للشمس فهو واقع توقعنا أن الشفاء من الشمس وذلك الأشياء الضارة ونستطيع لنا نستطيع لكم الوصفة التي ستطيعون اليوم ما شاء الله وهي ستغنينا على العكر أو ما يسمى أحمى شفاء باللغة العربية سنحتاجون في حض الوصفة ولفضوا مجربة اليومة العكر الفاسي أو ما يسمى في الدول العربية بغشتها أو ما يسمى في الدول العربية بدم الغزال العكر الفاسي أو دم الغزال ونحتاجون قليلا قليلا غليسيرين 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 سائل ونحتاجون فازلين إلي ما كنتوش متأكدين من الجودة ديال الفاسلين ديالكم أنا هنا ركتم تشوفوا معي على قرر مزيان بلانتيل هديرة لكاليتي ديالها أو الجودة ديالها مزيانة بزاف إلي ما كانش عندكم واحد الفاسلين اللي جودة دياله مزيانة أحسن حاجة تاخدوا الفاسلين الطبي وعندنا هنا عسل الناحل كما تشوفوا معي فلها دوما المكونات أو العناصر اللي ستكون لنا المجربة دياله ندوز معكم الطريقة تتحضر المجربة دياليومة إن شاء الله فش تستعملوها تتخلو كارما على سميتون على أحمر شفاه لكن ما قلنا كي تكون موات البطورية قصحة بزاف على شفاه ديالنا ناخدوا كمية من الفاسلين نعطيها كمية حانتنا قدي ندوز المقدار اللي نستعملو اللي نستعملو ما شيد عمالي يضايليها ولا يشايط ولا نرميه نزيدو شوية ديالعسل من ناحل المقدار من أخذ شوية مش بزاف و ندوزوا اضافتكم على الجوجة التي الجانسينا الفازلين مع عسل يجب أن اللون الفازلين يكون صفر و عسلي سوف نزيد قليلا يجب أن يختفي اللون الشمعي سوف نزيد قليلا سوف نزيد قليلا سوف نزيد لكم بعض العسل يجب أن تشاهدوا ان تكون اللون الفازلين يختفي بك اللون الابيض الشمعي سوف نزيد قليلا هذا هو اللون اللون هذا هو اللون الذي يحتاج له أنا من بعد قد تنزيده قليلا ضم الغزال ما كان نضيف دم الغزال دعونا نحرك تنفقه و تحرك هذا ما يحتاجه نحصل على لون احمر لن نزيده ثم نضيف دم الغزال ثم نزيد بلسيرين نزيد ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ثم نضيف ذهب الغزال دم الغزال هذه الطريقة للتطبيق هذه الطريقة للتحضير للأحمر الشفاة الطبيعي كيف نفعله توريد طبيعي يعني سوف نرى الحمرين طبيعي لا نحتاج لذلك الأحمر الشفاة تطبيقه سواء نطبقه بفرشات أو سوف نضيفه بفرشات أو و سوف نضيفه بفرشات فقط لقد قمت بفرشات و أقوم بفرشات و أقوم بفرشات كما ترى يجعله يرتاح و يجعله أكثر لأنه يتفاعله المكونات و يجعله أكثر و يجعله أكثر لقد قمت بفرشات لقد قمت بفرشات و نضيفه يوميا كما قلت بفرشات تطبيقه على الشفاة بفرشات بفرشات سوف نستعمل و يجعله لقد قمت بفرشات حتى تبقى لقد قمت بفرشات و سوف تنفذيه و سوف تنفذيه تطبيق لقدنا و تطبيقه و تبقى يوميا تبقى مستمرة على هذه المجربة مدة أسبوك سيدتي طريقة مضمونة من بعد ما تضقش كتحتاج لأحمق الشفاه بتاتا الشفاه ديالك والشفاه ديالك والحمرين من لون غوز مورد طبيعي 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 سيدتي المجربة دياليومة سالات كانت تمنى انها تكون فتكم وعجباتكم ورقتكم وكانت تمنى وتجربوها وتبقى ترجمة الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعمل الفائدة وما تنسونيش بالابوني واللايك وسبسكرايب باش ان شاء الله نبقى مستمرة في القناة ومتشارك معاكم كل مرور مجرب وطبيعي قريبا نقول لكم في امان الله وطلقة ان شاء الله في مجربة اخرى بمشيئة الله الى اللقاء يا غاليات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة